أمر باء الرئيس عبد الفتاح أسيسي عن تقديره لحجم أنشطة واستثمارات شركة بريتش بيتروليوم البريطانية المتنامية في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أسيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم برنارد لوني حيث أشار رئيس إلى إسهام الشركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويعز بهد تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة وأكد الرئيس أسيسي الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص وذلك في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة بالإضافة إلى إنتاج الهايدروجين الأخضر وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس شركة بريتش بيتروليوم أكد محورية الشركة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي امتدت على مدار ستين عاما مشيدا بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس أسيسي على صعيد التنمية خاصة في مجال البنية التحتية وأضف متحدث الرئاسة أن رئيس الشركة البريطانية استعرض خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية موضحا أنها تبلغ 3.5 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر